فكرة بقى لن نقبل بضغط المباراة بهذا الشكل انا هديكم امثلة بسيطة جدا عشان هوريكم الدوري كان ماشي ازاي الاهل والزمالك كان علعبوا يوم 28-12 المباراة اتحاد القرى انا البيان ده او التفاصيل دي من خلال احصائية جمعتها من الصفحة الرسمية لاتحاد القرى لما كانت بتنزل الاخبار وتقولك المباراة اتأجلت ليه والمباراة هتتلاعب ازاي في 28-12 اهل وزمالك كان معادها 28-12 تم استبدالها مباراة الاهل والاتحاد اللي كانت لهم 11-1 والتحاد القرى ما قالش ليه هو استبدالها وخلاص الاهل واسموحة تأجيل المباراة اللي كان مقرر لها يوم 16-12 يعني الماتش الاهل واسموحة 16-12 اجلوا ليه ما قالش هنلعب مع النصر دور الـ 32 في كاس مصر المباراة وانا ما بص على صفحة الاتحاد المباراة انلعبت 19-12 فجأة اتأجلت فجأة اتأجلت طب انا على لعب النصر المفوط فين؟ المباراة كانت على السادة القاهرة والتحاد القرى على صفحة الرسمية كان قال لي السادة القاهرة فجأة قالك لا هتلعبه في اسكندرية ايوه ايه مبررك قالك هو كده المباراة تلعب في اسكندرية والمباراة اجلت طيب في نفس الوقت اللي هلعب فيه مع المحلة يوم 18-12 المباراة المفوط هتتلعب على ملعب نادي غزل المحلة غزل المحلة ما خدش وقتها الموافقات الامنية لإقامة المباراة على ملعبه فرح اتحاد القرى قالك ايه؟ قالك لا المحلة ما عرفش ياخد الموافقات الامنية فلا المباراة المفروض اللي نادي هو اللي يجيب الموافقات الامنية طيب مما جي الاهلي يلعب الزمالك في الدور التاني الاهلي طالب يلعب المباراة على ملعب الاهلي والسلام قلت له انت ساعتها ايه؟ اتحاد القرى وقتها رد زي على الاهلي دي فكرة بقى ايه؟ تاجيل المباراة ولعب المباراة والكلام ده كله ماتش الاهلي والمصري كان 27-4 الماتش محطوط في الجدول على استاد اسكندرية بعد كده راحت استاد برج العرب بعد كده لأ هتتلاقي في ملعب الجيش بالسويس هو فيه دوري بيتنظم بالشكل ده ماتش الاهلي وديجلا وماتش الاهلي وسيراميكا 18-5 و25-5 حاطتلي 18-5 ما بين زياب وإياب سانداونز وحاطتلي 25-5 مع سيراميكا كليوباترا وانا رايح ألعب سوبر إفريقي مع نهضة بركان في الدوحة يوم 28-5 ومسافر 25-5 ما انت في اتحاد القرى عندك خطاب من الكافر الاهلي يسافر 25-5 عشان يخضع للفقاعة الطبية في الدوحة قبل مباراة بـ 72 ساعة بتحط له مباراة 25-5 ازاي؟ يعني انت وانت بتحط الجدول الاهلي ألعب النهار ده مع سيراميكا 25-5 لما انت عندك جواب من الكافر الاهلي يسافر 25-5 فيعني الكلام كله كان غلط وترحيل المباراة عشان يجبرك تلعب المباراة دي بدون لعبت المنتخب الأولمبي فهو عارف بيعمل إيه؟ هو عارف كويس قوي هو بيعمل إيه؟ فالمشكلة مش في النظام أو الطريقة هو عارف هو بيعمل إيه فضغط مباراة تغيير موعد مباراة بدون أي إبدأ أسباب تحكيم وأخطاء تحكمية وقلنا معايير كثيرة جدا ما فيش أي فايدر حاليا في البطولات الإفريقية كان الأهل فاس بالبطولة لا يعقل هات لكده واحد عائل يلاقي فرقة في شهر 11 وفي شهر 8 أو في شهر 7 واخدت 2 دورة أبطال إفريقيا وتقول لي يخسر دور مصري استحالة يعني فرقة مسيطرة على أفريقيا في 10 شهور واخدت 2 دور واخدت سوبر إفريقي وتخسر دور مصري والمنافس اللي واخدت دوري المصري خارج من دور المجموعات في المركز التالت بتامن نقط ولا سبع نقط فين العدالة اللي في الدوري الحاجة الأخيرة قبل ما اطلع الفاصل فاكرين الدوري التسعة وتسعين فاكرين لما الأهل بعت لاتحاد القورة 3-4 خطوات بيطالب بتنفيذ الليحة في دوري التسعة وتسعين وإن اتحاد القورة تعد على لوائح المسابقة وعمل تجاوز واضح في نزاهة وسلامة أي مسابقة وقتها إيه اللي حصل قال لك أصلا دورة تنشطية ليه عايز يقول دورة تنشطية عشان يخلع من فكرة إنه خلى لعيبة الفري المنافس تلعى مباراة في الدوري وهي ما استنفذتش الإقاف بتاعها في دوري التسعة وتسعين فهو هنا خلاص بقى عمل مشكلة فلازم الفري المنافس تخصم منه نقط حتى لو اتحاد القورة بعت له جواب غلط لأن نفس الأزمة دي في مباراة للدجلة دلوقتي وفي قضية وثلاث نقط بسبب من نفس الموضوع والتحاد القورة كان بعت جواب غلط فلو دوري التسعة وتسعين في مشكلة ضغط المباريات واضح التعديلات بدون أي معيار أخطاء تحكمية ودور غريب جدا للجنة الحكام وأنا على المستوى المهني والعملي أنا شايف الاتحاد القورة ما عندهش لجان لا فيه لجنة حكام ولا فيه لجنة مسابقات يا رجل يا طيب ده أنت لما بعدت للنادي الأهلي بتقوله تحويل سيد عبدالحفظ للتحقيق بقرار من إدارة المسابقات أنت حتى مش مراجع لائحة النظام الأساسي عندك صح لائحة النظام الأساسي بتقولك الجهات التي لها الحق في تحويل أي عنص من عناصر المنظومة للتحقيق هي اللي جان لجنة مسابقات لجنة انضباط لكن بعيت لورا بتقولي إقدرت المسابقات هتحول مدير الكرة للتحقيق ده أنت مش مراجع لائحة النظام الأساسي ده أنت حتى كل قراراتك مخالفة لللوايح أنت قدت عايز تبعث اسم فريل البطولة الإفريقية وهو وصيف الموسم الماضي مخالفة للمعايير الكاف قالك إيه اللي أنت بتقوله ده ابعتلي المعايير بتاعتك والأربعة بتوع الدور المصري أنتوا شغالين غلط الكاف لما اشتغل صح شفنا النظام بقى ماشي إزاي بطل أفريقيا نازل قرن لما كان بيعتعرض لظلم تحكيمي فاز بآخر اتنين دورة أبطال إفريقيا بناخد الظلم اللي كان في موجود في الكاف بنرجعه وانطبعه في الدور المصري واحنا بنعدل نفسنا وبنزبط الدنيا الفترة الجاية ولا بنعمل إيه ماشي أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد ونشوف برضو آخر التطورات ونتكلم على استعداد الأهل للمرحلة الجاية النهاردة فيه تمامين بالنسبة للفترة القادمة